السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزكاة الصناعية هو ده فرع مفروع علم الحاسب الآلي الناس كثيرة بتدرسه بحيث ان احنا نبرمج الكمبيوتر ان هو يتعلم ويتعامل ويفكر زي ما الانسان يفكر يعني خلينا نتكلم من زمانية من 20-30 سنة كانت لازم بتدي الكمبيوتر معلومة وبالكها تاخدها تاني تدي له معلومة وتاخدها تاني مفيش ان هو يبتكر حاجة جديدة يعني على سبيل المثال لو ورد صورة قطة ورد صورة قطة بعد شوية هيقول لك دي القطة بس لو وضعته قطة في وضع تاني او صورة تانية او لون تاني ما يدارش تعرف عليها بينما الطفل الصغير اللي عنده سنة تبرره صورة كم قطة كده فلما شوف قطة في الشارع مختلف عن القطة اللي هو شافها يقدر يقول لك اه دي قطة فالفاجرة كلها ان احنا نبدأ عايزين الكمبيوتر يفكر زي ما الانسان يفكر ومن الابحاس والباحد اراها ان كل ما ببرمج الكمبيوتر ان هو يفكر بطريقة مختلفة عند فكرة الانسان بيدينا نتاج احسن يعني عقل البشري كوي جدا لما بيخلي الكمبيوتر يحاول يقلده بيدينا نتاج متوسط انما لما بنتحرر من موضوع دوت ونحاول نحن نوصل الى هدفنا بيدينا نتاج كويسة الحدوب بتاعت الزكاية الصناعية بتختلف من فترة لفترة يعني كان زمان ان هو يتعرف على الصور دي كانت حاجة خيالية دلوقتي اصبحت حاجة عددية خرجت مجالي الزكاية الصناعية بيت حاجة تلقائية دلوقتي يتعرف على الصور لما ترفع الصورة تحتك على الفيسبوك او الانستجرام يبدأ يتعرف ويحلل الصور ويقدر يعرف الشخص دلوقتي ما في حاجة افضل كنت في لقاء عن الباما وبعد ما خلصنا واحد قال لي عايزين ناخد الصورة سيلفي ومشغل هو تطبيق اوثوماتيك بيعرف يحلل صور كل واحد ويلو عندكم سنة فهو بياخد الصورة ما خدش قال لي يعني من جزء مثل ثانية وراح جايب ان انا عندي اربعة وثلاثين وزمالي خمس ثلاثين وواحد ثلاثة ثلاثة ثلاثين فعرفها مضبوطة ده نوع من الماء زكاية الصناعية قاضي يكون بيدخل بيتعرف على الشكل نفسه ويدخل على الفيسبوك ويعرف ويحسب بعدد عندكم سنة بس دي برضو حاجة خيالية حاجة حاجة جمدة جدا زكاية الصناعية من ابرز الضباط له مثلا موضوع الشترنج بدأوا يغزوا الكمبيوتر بالالعاب وبدأوا يعلموه ان هو يتعلم مع نفسه ولو انت عادت اتخذنا الالعاب ده مش زكاية صناعية انما انت خليه لهو يتعلم من كل المباراة يعني بعد ما خلص المباراة يستفد معنوات ثانية فلو انت لعبت معنوات نفس الطريقة ليه بياخد تكنيك مختلفة فده نوع من الانواع زكاية الصناعية من ضمن الحاجات برضو في الزكاية الصناعية في لعبة ما برمجوش الكمبيوتر عليها يعني ما قالهوش اللعبة دي تلعب ازاي تمام؟ قالوا بقى جرب اللعبة وكتشفها كأنه واحد دك اللعبة دي وقال لك خد جربها وانت مش عارف القرون بتاعتك فعملت تجرب الدولة بسهلة اللي هي الكرة اللي بتطلع تخبط المكعبات اللي فوق فالمكعبات تنفاجر وتنزل تبقى انت معك في زي عصاب الحركة يمين وشمال بحيث ان الكرة ما تقعشي لا تطلع فوق وتنزل كده الكمبيوتر عارف يلعبها فديك تنقل كبيرة جدا في الزكاية الصناعية فهو مدرولات بالتاجه للموضوع الزكاية الصناعية بحيث ان انت بعندك روبوت يعمل لكل حاجات ديت ويبقى زكي يعني لو انت ببرمج بس ما غير الزكاية الصناعية هتقول له ايه خد ثلة الزبالة وروح عند الباب افتح الباب واخروج ارماية في ثلة الزبالة طيب لو اروح ولا الباب مفتوح انت بتقول له افتح الباب فمش عارف افتحها ازاي فهتلاقي كهنج فهنا عايزين انه يبقى زكي بحيث ان اي مشاكل تحصل يقدر يتعامل معها وممكن مثلا يلاقي الباب مفتوح فيتصرف وهكذا فاتباحك كوي جدا ما سيكون الناس بتخاف من موضوع الزكاية الصناعية ان هو يبقى عنده رغبة في الاستقلال ويبدأ يعمل تمرد ومن ابرز الناس اللي اعترضوا على الموضوع دوت او خوف منه استيفان هوكينج قالك ان الزكاية الصناعية زيادة عن اللزوم بدون تسيطر عليه ممكن الايالات تبرمج نفسها بنفسها وتبدأ تتمرد يعني حتى بالجلس كان بيتكلم ان هو عنده رغبة ان الروبوت مبيعش الزكي زيادة عن اللزوم ومنقدرش تسيطر عليه وفي ناس كتيرة وفي افلام كتيرة بتتخوف من الزكاية الصناعية ان الروبوت يتمرد زي الترميليتور على ما اتذكر ان الروبوت في يوم الايام نتسكاي يتمرد علينا ويبقى هو المسيطر ويبقى في قتل البشر ففي المسيطر اي روبوت كان بيحثث قواعد معينة ان الانات ما تتمردش على البشر لو عندك اي تطبيقات على موضوع زكاية الصناعية حطونا في التعليقات ونبدأ ان شاء الله نقش تطبيقات ديات لان هي كتيرة جدا وفي مثلا شات على الفيس بوك في كذا حاجة معمولة ان هو يتناقش معاك ويدردش معاك وكل ما انت بتاع المعشات هو بياخد معلومات ويخزينها ويتفاعل معها ومغير ما حد يبرمجه تاني بتبدأ الاجواب بتاعته تبقى اشد زكاء وزاخرة وكذا اشتركوا في القناة